وزير الخارجية الأمريكي بلينكين قال أن واشنطن ستوقف على الفور تقديم الدعم المالي للسودان بمعدل 700 مليون دولار واشنطن كانت رفضت وبشدة حل الحكومة الانتقالية ودعت إلى العودة الفورية للحكم المدني وأيضا الإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل في هذه الأثناء على الأرض بالخرطوم تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني يرأت تبلي فعاليات تسعيدية وملء الشوارع بسودانيين لإفشال سيطرة الجيش على السلطة موديرنا ستزود الاتحاد الإفريقي بما يصل إلى 110 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 من الآن وحتى نهاية الفصل الثاني من العام المقبل بنفس الوقت البيت الأبيض يقول بأن الولايات المتحدة ستؤجل تسلم 33 مليون جرعة من لقاح موديرنا كانت اشترتها الولايات المتحدة حتى يتمكن الاتحاد الإفريقي من الحصول على هذه الجرعات وتحدث نائب رئيس الصيني ليوهي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن اليوم عبر مكالمات فيديو واتفأوا وتصارحوا أنه من المهم للبلدين تعزيز التواصل والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي وبعد جلسة طويلة لحكومته تراجع إردوغان يوم أمس عن إعلانه طرد عشر سفراء غربيين بعد أن أكدت معظم السفرات المعنية في بيانات على تويتر احترام اتفاقية لينا التي تحضر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف إردوغان فسر على أن السفراء تراجعوا عن موقفهم وقال أنه سيكونون أكثر حذر بالمستقبل لتحدث عن السفراء طبعا والسعودية تدفع لشرق أوسط أكثر إخدراراً ولعهد السعودية يقول بأن المملكة ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي وعدت مبادرات بيئية أخرى تهدف بالنهاية لتقليل الانبعاثات الكربونية بالمنطقة بأكثر من عشرة بالمئة من الإسهامات العالمية أيضاً من ضمن المبادرات زراعة خمسين مليار شجرة على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة واللي هايدي بتشكل خمسة بالمئة من المستهدف العالمي للتشجير ونتائج الشركات هذا الموسم تأتي قوية نسبياً وهو ما عم بيساهم بمواجهة المخاوف من أنه ارتفاع التضخم والتشديد السياسة الدقدية سيبطئ التعافي الاقتصادي نتيجة تفشي الفيروس للآن حوالي 81% من شركات S&P 500 سهم أعلنت عن أرباح كانت أتت أفضل من ما كانت تتوقع لها السوق الأمس مؤشر نازدك ارتفع بوقاد المكاسب الأمريكية بدعم من شركة تسلا التي وصلت قيمتها السوقية الآن إلى التريليون دولار فيسبوك أعلنت عن نتائجها أيضاً يوم أمس ارتفعت بالتداول المتأخر أسهم فيسبوك بسبب النمو القوي لأعداد المستخدمين لخدمات فيسبوك وتعهد أيضاً الشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليار دولار إضافية من أسهمها ولطالما تساءل عشاق العملات المشفرة من هم أكبر مالكي بيتكوين الآن أظهر الدراسة أجراها المكتب الوطني البحوث الاقتصادي أنه 10 ألف مستثمر فردي فقط في بيتكوين يتحكمون بحوالي 3 المعروض أو الموجود من العملة المشفرة المتداولة